اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تذكيري أناس كثيرين كثروا في هذا الزمان انتشروا في كل مكان أردهم أن يشككوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشككوا باتبع في كل كتاب من كتب الحديث وخاصة منها كتاب أذى عبد الله البخاري الجامعة الصحيح نريد أن نقول لهؤلاء بلغة العقل ولغة الحكمة ولغة التبصر أنهم على خطأ وأنهم على ظلال وأنهم يعرضون أنفسهم لعذاب الله تعالى ونقمته وأخذه لهم وهذا ما سأحاول أن أبينه بالدليل القاطع من كلام ربنا سبحانه وتعالى وإخباره لنا عما حل بالأمم السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام لما كذبت أنبياءها وجحدت رسالاتهم ونسبتهم إلى كل تهمة باطلة جائرة من كذب ما في صحيح البخاري من حديث صحيح فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم قتبها هذا هو عوانها للحلقة من كذب ما في صحيح البخاري من حديث صحيح فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ أول ما أبدأ به بذكر ما قصه ربنا علينا أو بعض ما قصه ربنا علينا من مآل الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم قوم نوح مثلا لما كذبوا نبيهم نوح عليه السلام قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنهم من شرط الأعراف فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين قوم نوح لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام وكان بين المكذبين ابنه فذة كذبه الذي هو من صلبه كل من كذب نوحا فإن مآله كان أن غرقه الله تعالى في الطوفان ونجى من آمن مع نوح في السفينة التي كان يصنعها نوح استعدادا لهذا المآل واستعدادا لهذه النتيجة والخبر في ذلك معروف ومشهور في كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي كتب التفسير ومن هذه الأقوام كذلك قوم نبي الله هود عليه السلام الذين يسمون عاد وإلى عاد أخاهم هود لما كذبوه أوقع الله تعالى بهم أخذه أي عذابه فقال سبحانه وتعالى فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فقطع الدابر هنا في هذه الآية هو العذاب الذي أوقعه الله تعالى بعاد لما كذبوا هودا ونسبوه إلى الكذب ونسبوه إلى الفجور ونسبوه إلى الفساد فإن الله تعالى أوقع بهذه الأمة وبهذه الحضارة بكل من فيها وبكل ما فيها أوقع بهم عذابا أتى على آخرهم وهذا ما عبر عنه سبحانه وتعالى بقطع الدابر وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ومن أقوام كذلك التي كذبت أنبياءها وحل بها ما حل مما قصه ربنا علينا ثمود وثمود هؤلاء هم قوم نبي الله صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام صالح الذي بعث الله تعالى له ناقة تاكل في أرض الله آية على صدقه وعلى وكونه عليه السلام مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى هذه ناقة الله لكم آية فظروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها لسوء لكن فمود لم يسلموا بهذه الآية ولم يؤمنوا بها وكذبوا بها وتواطعوا على عقر الناقة فلما عقروها أحل الله تعالى بهم عذابه الذي عبر عنه بخوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أخذت قوما صالح أي ثمود الرجفة وهي الصيحة القوية الشديدة التي أصابتهم إصابة بذيغة حتى أصبحوا سرعا في أراضيهم جاثمين لا حراك لهم عذابا وتعذيبا لهم جراء تكذيب أنبيائهم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وكذلك عدب الله تعالى فرعون وملأه وجنوده حينما كذبوا موسى ورموه بكل تهمة باطلة مغرضة هلكه الله تعالى بالغرق وجعله عبرة لمن يأتي بعده وقصد أيها الكرام من تذكيري بهذه المآلات وهذه المصارع مصارع الأولين المكذبين للأنبياء والمرسلين هو كما قلت في مطلع هذه الحلقة هو تبصير هؤلاء الناس الذين يكذبون الحديث ويردون كل حديث ويكذبون صحيح البخاري يكذبون ما في صحيح البخاري نخشى عليهم وأخرف ما نخاف عليهم أن يحيق بهم وأن يحل بهم ما حل بهؤلاء المكذبين واحتقوا ريش نفسها قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ونسبوه إلى كل نسبة باطلة قال الله تعالى فيهم توعدا وأن القرآن المكيي توعدهم بما سيحل بهم فيما بعد قال ربنا سبحانه وتعالى من صغة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقنون الله تعالى انتقم لعبده انتقم للمؤمنين انتقم لأصفيائه والعباده انتقم لكفار انتقم لهم من كفار خريش يوم أن نصر الله تعالى عباده المؤمنين في غزوة بدر التي هي كما سمناها القرآن يوم البطشة الكبرى حيث أحل بهؤلاء الكافرين على كثرة عددهم وكبريائهم وغطرستهم أحل بهم العذاب الأليم والحاصل من كل هذا أيها الكرام وأيتها الكريمات أن ما في صحيح البخاري من ثابت صحيح منقول هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك وأن تكذيب ما في صحيح البخاري هو بالتبعي تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا كيف سيتأتى لنا أن نأخذ سمة رسول الله أن نستفيد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما لن يتأتى كما قلت في حلقات سابقة إلا بما أورده وأدخله الإمام البخاري وغيره من أحاديث صحاح في كتبهم وفي مصنفاتهم فما علينا إلا أن نسلم بها وما علينا إلا أن نعذ هؤلاء المكذبين الجدد أن نعذهم بأنهم يعرضون أنفسهم لعذاب ما أظنهم يقدرون عليه وما أظنهم يصبرون عليه فما أصبرهم على عذاب الله وما أصبرهم على تعريض أنفسهم لنقمة الله تعالى وعذابه أسأل الله تعالى للجميع الهداية والتغفيق كتفي بها للقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته